ايه اللي يخالي واحد سنة 1965 يصرف اكتر من مليون دولار عشان يطور ويعمل الالم ده وايه اللي يمازي الالم ده عن الاقلام التانية وهو صرف الفلوس دي كلها عشان يبيعي الالم ده لمن كل ده هتعرفوه في الفيديو ده اهلا بيكم انا مهند فيديو النهاردة هنتكلم عن الالم اللي تكلف اكتر من مليون دولار في 1965 بس قبل ما نتكلم عن الالم ده ونعرف ليه هو اتصرف عليه المصرف اللي يجب أن نتكلم عن تاريخه وتاريخ العمله العمل عامل الالم من هذا هو Paulcy Fisher ده ده في الاربعينات هو اللي اخترع البول boint pen البول بين ده اللي هو الآلم الجاف اللي ا исторنا لننستخدمه طالد الوقت يعني بلها لم يكنكبت عندنا الاقلام الجاف اللي انا اعرفها فكرة البول بين ده انه هو الكورة القلم على را literature على راسهالا في كورة والكورة ده اول ما بعد ضغط عليها علي الورق الجاذبيةiodية بالتنزل من خلال في الكورة ونيجي بعد 20 سنة الناس هتبتدي تعمل أبحاث عشان تطلع ناس الفضاء على رحلة أبولو ون بس الفكرة ان الإقلام الجاف دي زي ما احنا قلناها هي بتشتغل عن طريق جاذبية جاذبية هي اللي بتنزل الحبر فهما كانوا حاولوا يعملوا ويطوروا ألم ان هو يكتب في الفضاء من غير جاذبية لكن للأسف بعد أبحاث هما معرفوش يوصلوا لحاجة وكرروا ان هما يستخدموا الإقلام الرصاص بس الإقلام الرصاص كان فيها مشكلتين أول حاجة ان الإقلام الرصاص دي مادة الرصاص دي قابلة للإشتعال ودي كانت مشكلة عشان كمان الحريقة اللي حصلت في مهمة بتاعة أبولو ون تاني حاجة ان الإقلام الرصاص دي الرصاص اللي انت بتكتب بي ده ممكن يتكسر ويتقصف ويتطاير ويسبب مشكلة خطيرة جدا للناس اللي قاعدة في المركبة ممكن حد يتنفسه أو يستنشكه من غير ما ياخد باله وكمان ممكن يدخل في الأجهزة الغالية جدا طبعا بتاعة المركبة الفضاء وتسبب أضرار كبيرة ونيجي هنا بقى الدور بول سي فيشر اللي تاني مرة في تاريخ الإقلام هو في الشركة بتاعته اللي هي الفيشر بين قرروا ان هما يصرفوا أكتر من مليون دولار عشان يقدروا يطوروا ألم يقدر ناسا تستخدموا في الفضاء وما يعتمدش على الجاذبية بس عشان يعمل ألم زي ده كان فيه تلات مشكلات اللي يجب يتجنبها أول حاجة لازم يكون الألم بيطلع الحبر اللي جواه ده من غير جاذبية تاني مشكلة ان هو لو استخدم حبر عادي جوا الأنبوبة اللي هي مضغوطة جدا عشان تطلع الحبر من غير جاذبية الحبر هيطلع على طول في أي وقت مش لازم ان انت تكتب به تالت مشكلة ان الحبر لازم يستحمل الضغط الشديد وكمان يستحمل درجات الحرارة القاسية سواء القليلة اللي تحت الصفر أو العالية ويجي هنا بقى دول بول فيشر والقلم اللي هو عمره الاسبايس بن وزي ما انتم شايفين العلبة بتاعته مرسوم عليها مكوك فضاء عشان القلم ده معمول مخصوص عشان ناسا وعشان يستخدم في الفضاء تعالوا نفتح العلبة الأول ونشوف القلم ده العلبة بتاعته عامله ازاي أول حاجة هنا فيه زي معلومات عن القلم وزي بيشتغل نيجي نفتح العلبة هنا زي ما انتم شايفين فيه الورقة دي الورقة دي اعتبر ضمان للألم ده ولما تفتح الورقة دي مكتوب هنا التاريخ بتاع فول فيشر والتاريخ بتاع الألم ده والتاريخ الشركة نفسها وهنا الامكانيات والموصفات بتاعت الألم انا هسيب لوكو سكان على شاشة عشان تقروها لو احبين تاني حاجة بقى نيجي بقى هنا الألم نفسه هوا لما تشوفوا هو ألم عادي بيتضغط وبيتفتح عادي جدا لكن الفكرة بقى في إمكانياته الألم ده ضد الجاذبية يعني ممكن تكتب فيه في أي مكان أو أي ظروف عادية يعني انت مثلا لو جبت تجيب الألم الجاف مثلا لو في قرارة مثلا نحنا نجيب الألم جاف عادي وجيت تكتب مثلا فوق الألم هيكتب شوية وبعدين هيبطل زي ما انتم شايفين هيبطل يكتب عشان الألم زي ما قلنا بيعتمد على الجاذبية لكن الفكرة في الألم ده لو جينا هورقة تانية هيبطل يكتب 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 عادي جدا أحاول أوريكم ما بيخلصش زي ما انتم شايفين بقى ده الفرق بينه وبين الألم العادي طيب ازاي هما قدروا يعملوا كده الأنبوبة بتاعت الألم الأنبوبة اللي فيها الحبر هي اللي فيها السحر أو الإمكانيات اللي هما عملوها الأنبوبة دي مع ضغوطة بالنيتروجين والضغط بتاع النيتروجين ده ضغط عالي جدا بحيث ان هو يخرج الألم ده أول ما تحطه على سطح والسائل اللي جوا الأنبوبة ده هو مش حبر عادي اللي احنا بنستخدمه في الإعلام هو حبر ثقيل جدا وسميك جدا بحيث ان هو مع ضغط اللي جوا ده ما يخرجش برا الألم من غير ما تبقى عايز ان انت تكتب وكمان هو معمول بمواصفات معينة بحيث ان هو يستحمل درجات الحرارة الشديدة جدا الألم ده تقدر تكتب بيه لحد 30 درجة تحت الصفر ولحد 120 درجة حرارة فانت تخيل درجات الحرارة القاسية جدا ده غير كمان انت ممكن تكتب فيه في المية لو انت عايز تكتب بيه في المية تقدر تكتب بيه في المية وتعالا نجرب بقى الموضوع ده الأول هنجرب نكتب بقى ألم عادي زي ما نشايفين كتب حاجة بسيطة وبعدين نبطل يكتب وعشان تتأكدوا ان الألم ده بيكتب أهو نشفو ألم بيكتب عادي جدا مفروش أي حاجة نجرب بقى الألم اللي هو الفيشر سبيس بن وزي ما انت شايفين الألم هيفضل يكتب 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 لحد ما الورقة نفسها تبوز أو تبوز فهو ده اللي بيميز الألم ده عن أي ألم تاني وناسا خدت الألم ده وقعدت تختبره اختبارات كسيفة جدا لمدة سنة وكررت ان من هنا ورايح وكل الرحلات اللي طالع الفضاء بقت بتستخدم الألم ده الفيشر بن من أول رحلة أبولو 7 اللي سنة 1962 لحد يومنا ده هو ده الألم الرسمي بتاع ناسا في الفضاء ده غير كده كمان ان رحلات الفضاء اللي طالع برضو تبع روسيا مش تبع ناسا كمان بقوا بيستخدموا الألم ده وده بقى الألم الرسمي بتاع الفضاء والألم ده مش مبس متوفر لناسا أو للناس اللي عايزة تطلع الفضاء الألم ده متوفر للناس كلها تقدر تشتريه وموجود على أمازون وموجود على الموقع بتاع فيشر بن وتقدر تختار من الأشكال الكتير جدا اللي عملوها دلوقتي وفيه حاجات اللي تلاقيها مطلية دهب وحاجات مطلية فضة وأشكال بأسعار مختلفة ممكن أسيب لكم الرابط تحت في الـ description اللي حابين تشوفوها والشكل ده اللي طالع الفضاء هو الـ AG7 الـ Anti-Gravity 7 هو الشكل اللي معايا ده الألم بيتضغط من فوق وتفتحه بزرار من على الجنب لو حابين برضو هسيب لكم الرابط تحت وهي دي بقى قصة الألم اللي تصرف عليه أكتر من مليون دولار لو عجبتكم الفيديو ده وفكرة الفيديوهات دي اكتبوا لي تحت في الـ comments عشان أنا أبعمل حاجات زيها عشان دلوقتي كمان مفيش أجهزة كتير إن أنا أقدر أعمل عنها review أو كده ولعندوك أي سبسرات أو تعليقات سبوها لي تحت في الـ comments ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عجبك وسبسكرايب عشان ما يفيدكوش في فيديوهات الجاية إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاية السلام عليكم